بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نزولا عن طلب بعض المشتركات اللي طلبوا ان طريقة فصالة قماش يكون مشري وفيه ديفو او فيه اعوجاش الساعات هدك الديفو يكون عن غير قصد يعني لما تشري الكوبان ويكون مثلا في اللول انتعرولو اكيد اللول انتعورة يكون معوش لما يكون التاجر نازيه وقعني ويخاف ملاء راهو هدك ما يحسبه لك ويبدأ يحسب لك من بعد يعني واحده هكا مقدار من لقماش راهو ما يحسبوش اللي هو ديبيوت على الرولو يبدأ يحسب لك من بعد وكاين اللي ربي هديهم كاغيمو يبدأ يحسب لك من الول وانتنبعد توقع في مشكلة البداية على الرولو هدك يكون هكا معوش وكاين اللي ما يعرفش يقص ويكون مزروب يكون عنده ضغط يعود يقص برك كيد رحطيحي في اللقماش وكاين اللقماش مهما التعدل يزلق هنا الغالب يكونوا على بالهم في المشكلة يتعوّج دائماً يعطيك قيمة كزايدة يقول لك تحسب للظروف أنك تجي تفصل ستلقى ديكالاج المهمة هي بعض المواقف التي تتحطوا فيها لما تشريوا قماش وتلقوا فيه ديكالاج أو إعويجاج هنا ها هي بداية القماش بداية عن رولو هنا سنخدم صغيراً صغيراً بالغالون أنا نخدم منهم الكثير الخير والبراكة تقريباً لعياد كامل نخدم فيهم يعني ليس لعياد كامل نقصد تلتة عياد الرابعة تلتة عياد الرابعة وأنا نخدم في الموديل هادو يعني يمشيوا بزيف الناس يحبوهم وتجي حاجة مريحة وتجي باهية وكلاس هيا نحطو هاداك هنا ومازل وقتو يعني هانا نتقسم معاك في الفيديو المراحي لكل كيفاش نعدل لقماش لما نلقى فيه هادا الدكالاج نحطوه ونشوفو كيفاش ندللو طبعاً انا هراني مضطرة أنا هنا مضطرة أني نفصل لقماش هادا بالطريقة هادا يعني لليزياغ نتاعوا راهي هنا من فوق يعني السفيفة تعلقماش أو الحاشية تعلقماش راهي هنا من فوق ورخ راهي من تحت ولقماش راهو على أربعة لا شوازات من الأقماش الصعبة صعبة جداً فالفصالة لأنه يسيل وخصوصاً خصوصاً إلي خسلتي مع أنه رازم يتخسل لأنه بعد راهو يشرب ويدكالي الخياطة ويدكالي المزيغ القندوران موليتها بعد كيتلبسها راهي تلقالك فيها مشكلة قلق جيتني ديقة وسواء موليتها اللي تشربها وتشيحها وتحددها وتجيبها لك وسواء أنت اللي تديري هادا يعني كل واحدة والخدمة تحتها أنا كاين عوائل هما اللي يشربوا القندور لأنهم عندهم معرفة في الشراب القندور يعرفوا يشربوهم يعرفوا كيفاش ينشروهم يجيبوا القندورة قد قد متعوش لأن القندورة لما تشربها وتنشريها إذا نشرتيها معاوجة راحي تشيح معاوجة وتقعد معاوجة حتى ولو حددناها لازم ترجع للمات تشمخ ونعاودوا نرجعها للسلك ونجيبوها على النص قد قد في حالة ما إنه السلك معاوج وما هوش بيندروها أرجعوا تبقوا القندورة أرجعوا تبقوها على ربعة وحطوها فوق السلك هذي يعني طريقة أنا هنا لا شوازات شربتها ونشرتها وخرج لي هاد الديفو هاد الزايد وهنا من الله شوازات تعني نفصلها الداخل في الخارج تقدروا تفصلها في الخارج يعني في جهة الطول يعني تقلبوا السفيفة عند السفيفة وتحطوها وتقدروا تفصلها بالطريقة هادك تجي قندورة أو إنغوب دروات أو إنغوب تيوب تجي قد قد تقدروا هنغوب تيوب تجي حويجة بناتي أو الناس اللي شوية كماس يحبو يلبسوا لجوء دغوب هادو يعني هادو كامل نعطيكم الاختيارات لما نحطوا القماش ونحطوها على أربعة ونعدلوهم ليح ونخرجوا قيمة كمن هك هادا مش مشكل هاد يعني ساغبات الماضي يعني ممكن أنها تصرا للناس كامل لما نخرجوا قطعة قدن هك تكون معاوجة أما إذا زاد الأمر والقطعة اللي لقيت وهنا زايدة والناقصة والديكالاج كبير يعني يوصل حتى العشرين خمسة وعشرين سنتيم يعني ترجع في أربعة مترة اهنا مراهوش إعوجاج مراهوش ديكالاج وإنما هادا ديفو وهدي غندورة ناقصة ومن المفروض ترجعوها تبدلوها هادا وش نقدر نقول يعني ما تقدروش تفصلوا غندورة بعد ترجع يقدر الناس اللي مايتفهموش يقول لك انت لي فزتها ماشي شريتها ناقصة من الأحسن كي تلقاوا انديكالاج كبير في القميش رجعوه لما ليهم يكون أحسن هذا يكون يعني يعني قبل ما تنقاجوا في القندوران من الأحسن أما إذا لقينا هكا قطعة قدن هكا هي اللي مديكالية النورمال ما فيهويلو نجيو نحيوها نحطوا القميش بالطريقة هدي على أربعة ونشوفوا شي ولي مديكالي ونحيوها بالمقص يعني انقصوها وحتى مبعد لك ان مش لازم لشوها ذات لك يعني قميش آخر ورايح يعني يطلب للفصالة تعود داخل في الخارج نعدل الساعة القميش بالطريقة هدي ونعاود نعدلو في الجهة الأخرى يعني في جهة الطول ونحط نفصل الداخل في الخارج تعي عادي هذا فيما يخص الأقميشة اللي تجي مديكالية ان شاء الله نكون أفدتكم بروميتلكم تكون فيديوهات قصيرة ومفيدة يلا نقولكم يوم سعيد يوم موفق ومع السلامة موسيقى